بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حبابي في الله تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو سالمين غالمين ان شاء الله حبابي في الله اليوم جفت لكم قبول رائع قبول باش تحضروا ريوسكم للفرحة وتحضروا نفسكم للمستقبل ان شاء الله يكون زيان وان شاء الله تزوه معكم هاد القبول وغادي تكونوا ان شاء الله في ممشيتو غادي تكونوا مقبولين ان شاء الله ديما سنجيب لكم وصفات لتحيد عليكم السحر وصفات اللي تحيد عليكم الناس وصفات اللي تحيد عليكم التابعة دابا جاوقت الفرح جاوقت نفرحه جاوقت البنتز معها قبولة وتفرح وتسعد وتكون مقبولة في ممشيت وليكن عندها عارض لابد انها ارزقها غاية تلعندها لان الله احنين كريم الله جواد رحيم يعطيك السؤول ديالك مدام تي قلبك مزيان وقلبك تيجري في الخير لابد ربي غاية السؤول ديالك كوني طيبة وخليها على الله لان الله كريم جواد لان مدام توكلت على الخالق هو اللي غاية يعطيك السؤول ديالك اما هذه وصفة وصفة ربانية غاية نعطيها لكم وغاية تهزوها معكم ان شاء الله وربي واللي عنده السرائر واللي عنده العطاء اما الوصفة تتبقى غير وصفة باش منكنوش مشاركين الوصفة الحقيقية هي في القرآن الكريم ولكن العشوب خلقها الله خلق الحنى خلق القرفة خلق مو الناس خلقهم للطيب خلقهم للقبول الحنى من تديرها تتكون مبهجة وتكون مقبولة وتكون مصرورة الناس اللي تحتو وصفة ديال مو الناس هم فعال فعلا مو الناس جيدة في القبول وتتعطي وحتى طاقة إيجابية في الرزق سبحان الله جربوها الناس القدام وجربوها أعطيها العزيز وعطيها اللقريب سبحان الله عندها طاقة إيجابية في القبول من نكروش هذه الوصفة أعطيناها لكثير من الناس وجابت معهم حدود لأن الكلام اللي فيها كلام الله مع المكون لخلق الله تتعطي طاقة إيجابية من 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 القبول إذن حبابي في الله ما نطولت عليكم ولكن وصفرة تستحق أنكم تديروا لايك وتستحق أنكم يكون عندكم قناة تدعموها وتكون تتحط لكم وصفات لتحتاجوها في الحياة إذن إلى دعنت القناة ستستمر وزيد في العطاء إذن تبقى الاختيار ديالكم وتبقى تبقى تقدير ديالكم إذن حبابي في الله الوصفة دياليوم البنياتي الخواتاتي الوليدات اللي ما عندهم الظهر البنيات اللي ما قبولات البنت اللي مشات للمجمع وتتلقى رأسها تتلقى رأسها صورتها غير مبهجة وصورتها صورتها تتكون بهتا ما تكونش مقبولة وكلامها غير واضح ما مسموعش متيد ديها فاحد أولا قوي شخصيتك الشخصية اللي تنبنيو عليها هي تكون تبرزولية الشخصية شخصيتك تكوني قوية تكوني أنا أنا قادرا ندير قادرا نوصل وعادة دير هزي القبول ما عنديش حضور نبطل ولو بأقل حاجة غير بالخل والملحة إذن حبابي في الله تنقول لكم هاد النصائح هاد النصائح لأنني تنبغيكم وتنبغي لكم الخير هادش علاش لأن ربي سبحانه وتعالى تقول لك سببا عبدي وانا نعينك حبابي في الله هاد الوصفة غادي نحتاجو فيها غير درهم دي الحنة وجوش درهم دي المون ناس وقليل من القرفة من المنزل والبغفة ديالك أول حاجة حبابي غادي إن شاء الله ناخد هاد الحنة غادي إن شاء الله الوقت اللي نبغي نهز الحنة الوقت اللي نبغي نهز الحنة ندهن يدي بالريحة ديالي الريحة اللي تندير أنا بحل ما أنا عندي هاد الريحة هنحاول الرش اللي يدي ديالي بحالك الرش يدي بحالك ونهز نهز ليه الزات يدي بحالك ليه الزات لأنني أنا غادي نهز القبول وغادي نهز همو الناس وهنا نهز قليل من القرفة هاي الحنة والريحة أمو الناس والقرفة غادي تقرع لهم يا جواد جود علي بجودك يا جواد يا جواد جواد تكون هو الله القوي هو الله الرحيم هو الله الله اللي تيجود لنا بالمال والصحة والرس والقبول يا جواد يا جواد يا جواد جود علي بجودك جود على فلانة بطاقة نورانية طاقة طاقة لتجدب الصغير والكبير يا جواد جود علي بجودك يا جواد يا جواد جود علي بجودك يا جواد وأعطيني طاقة لي يبهر في الصغير والكبير ونفد ثلاث نفسات ونقول يا الله يا الله يا الله يا الله ستوستين مرة ستوستين مرة نقول يا الله يا الله يا الله يا الله ونديرها تشي الرشو بالريحة الرشو بالريحة حركة وغادي نخليه تحت الرأس ديلي ليلة كاملة وانا تنقرأ يا جواد جود علي بجودك يا جواد واعطيني طاقة قبول وطاقة النصر وطاقة الرحمة ديالك يا الله وغادي نخليه تحت المخدة ديالي ليلة كاملة وانا تنقول يا جواد جود علي لان الجواد هو اللي غا يجود عليك بالقبول وبالنصر ولكن مدم دحتي الاسم دياله ومدم انتقتي باسم ديال الجواد لابد غادي يجود عليك بجوده ويعطيك طاقة نورانية بالجواد الجواد من هو الله واللي غا يجود عليك ويعطيك قبول ويعطيك النصر ويعطيك فيما مشيتي غادي تكوني من الأجوادين وتكوني تكوني ان شاء الله عندك طاقة نورانية والله هو اللي غا يجبر الخواطر وغا يعطي السؤال كل واحد لان الله هو القوي هو المتين احبابي في الله الوصفة ديالنا تستحق انكم تديروا لايك عليها وتستحق انكم تدعموا القناة اذا الحنا نعود معكم الحنا ام الناس والقرفا والبارفان ديالك والبابياليمينيوم نحاول انني ناخد بابياليمينيوم ما عنديش بابياليمينيوم ناخد زيف اخضر او زيف ابيض مشي ضروري بابياليمينيوم ان بابياليمينيوم تنحطه هو تجدب الطاقة لانه هو مغناطيسي في الجدب عندما تشوفي 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 بابياليمينيوم تتحسي تشوفي اللون دياله مميز دهبي ابيض ولكن من تتكوني تتكوني ديالي بزيف اخضر تهو مبهج زيف احمر تهو مبهج هذا المناديل تهم جيدين في الطاقة حاولوا انكم تديروا تديروا اللون مبهجة البنت تهزى معها في حمالة الصدر في حمالة الصدر ديما تهزى الى هالي تهزى معها في الصاك ديالها او تهزى معها في البستام ديالها تهزى معها في البستام ديالها او الصاك ديالها الصاك هو الحقيبة او تهزى ما بين ما بغيش تهزى تتحطها ما بين ما بين الماكياج ديالها في حاجة ولكن تحافظ عليها هذي المغناطيسي عليش نديروا المغناطيسي باش ولو قدر الله ودخلت بها اه الدوش او المرحاد او دكشي انها مغلفة محنطة با 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 باش انك ما تتقاصب التحاجة لانها اه خاصة تحميها من اه تخليش بها المراحيل من تخليش بها قائلة كانت انسان انسان عامل او تقرأ او اضطر انه يدخل الدوش انها مغلفة اذا احبابي في الله هدو وصفات ووصفات رحمانية حاولوا انكم تديروها لانها مفاعلة شركية لولا وفي نوص الوقت جيدة في اعطاء الحب والاحترام للناس اذا احبابي في الله الى وصفة اخرى ان شاء الله